الفرنسي أنتوني مودست صفقة جديدة انضم للأهلي خلال الساعات الأخيرة وبالأمس وفي ساعة متأخرة من مساء أمس أعلن النادي الأهلي عن انضمام المهاجم الفرنسي أنتوني مودست لمدة تعام قابل التجديد لموسم إضافي آخر وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها صفقة مهمة جدا خلال أمريكاة الصيفي خلال العام الحالي ليه؟ لأن النادي الأهلي لما تعامل مع فكرة التدعيمات بالنسبة لفريق فايز بالدوري وبالكاس وببطلطي كأس السوبر وبدوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي تعامل مع ملف ده وكمان مشاركة جيدة في كأس العالم للأندية الأهلي تعامل وهو داخل على تحديات صعبة جدا آه فست بكل البطلات جبت كل حاجة ولكن أنا عندي تحديات أصعب في الموسم اللي جاي لذلك كان التركيز من البداية على التدعيم في بعض المراكز المسألة كانت بالكيف وليست بالكم وأنا قلت الكلام ده قبل كده أنا في برنامج الترند لما كان بيتطرح في السوشيا الميديا وفي المواقع وفي بعض البرامج ما يقرب من حوالي عشر سبع تسع أسماء للاعابين وصفقات قد تنضم للأهلي خلال فترة الصيف مع بداية الموسم ولكن أنا قلت وقتها النادي الأهلي بتعامل مع ملف التدعيمات بالكيف وليس الكام الأهلي نجح فيه ضم إمام عشور ضم رضا سليم وضم المهاجم الفرنسي أنتوني مودست مهاجم مميز جدا لأرقام مميزة في السنوات اللي فاتت اختياره مبني على قرار فني من مارس الكولار ومارس الكولار عندما يطلب تدعيمات في بعض المراكز يطلب ده بناء على خطة وطريقة لعب وتشكيل وتكتك هيتعامل معاه على مدار الموسم لذلك أنا متفائل جدا 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 أنه هتفرج الموسم ده زي الموسم اللي فات ولكن ككورة كمان كنحية فنية وشغل تكتك على أداء فني ما شفتوش من حوالي مثلا بنتكلم في 17-18 سنة أبرز فترة الأهلي يعب فيها كورة بجد كانت فترة من 2005 لغاية 2008 أربع سنين كنا بنكتسح نكسب كل البطلات زي ما بيقولوا كده إلا أخدر واليابس الأهلي كان بينين مش عارف مين من العصر ومن المغرب كان الأهلي بيكسب رايح جاي لدرجة حتى في الدورة العام كنت ممكن تكسب الدورة بفرق 30 نقطة و40 نقطة الحجبة التاريخية المميزة في عهد مانو الجوزي وفي الحجبة دي على فكرة صادف للأهلي أنه تعاقد مع عبد الحميد حسن ميدو كان ساعتها عنده 37 سنة وكان ساعتها مانو الجوزي كان ليه تفكير في طريقة معينة لذلك تعاقد الأهلي ساعتها مع عبد الحميد حسن ميدو الفترة الحالية كولر ليه استراتيجية في طريقة اللعب وفي الاختيارات من أبرز الأعوام والمواسم اللي نقدر نقول فيها الأهلي عمل موسم انتقالات تاريخي هو العام الحالي العام الحالي ممكن الناس تقول لي بس الأمر ده بيرتبط بعدد اللاعبين اللي انضموا انت تقول ده لو انت جايب مثلا سبع لعيبة تسع لعيبة عشر لعيبة لا 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 الأهلي قطعة فنية تقدر تقول ما فيش حاجة مكتملة الكمال اللي لا وحده ولكن كأمور فنية الأهلي عنده يعني أفضل لعيبة في أفريقيا وأفضل تشكيل في القرى الإفريقية والفري الوحيد اللي على مدار الموسم تقدر تلعب بصف أول وصف تاني ويكسب ويكسب بره ويكسب جوه ولكن بعض النقاط الفنية للجهاز الفن عايز يشتغل عليها يحسن من أدائها لعل لو عسى تلعب كأس عالم أندية في المملكة العربية السعودية وتصل إلى المباراة النهائية هدف كولر المراضي أنه يلعب على بطولة كأس العالم الأندية وكيل كولر لما طلع قال كده قال مطش ريال مدريد اللي كان ناقص الأهلي وقتها راس حربة يقدر يخلص ويترجم الفرص نتمنى بإذن الله ان شاء الله التوفيق يكون حليف الجهاز الفني يكون حليف اللاعبين بداية ان شاء الله أنا تمنى تكون موافقة لأنتوني مودست ونقطة مهمة جدا عايز أتكلم عليها ولسه محدش عارف أنتوني مودست حاليا موجود مع بعثة فريق النادي الأهلي في المطار عشان يكون موجود مع الفريق في المملكة العربية السعودية مشاركته من عدم مشاركته ده قرار فني لمارسي الكولر محدش يربط نفسه من دلوقتي كولر هيبدأ إمتى؟ هيلعب إمتى؟ جاهز ولا مش جاهز؟ كولر هو صاحب الاختيار وكولر هو صاحب القرار في الدفع باللاعب فرفقا بالجهاز واللعيبة في بداية الموسم كلكم أكيد عايزين تتفرجوا على أمام عشون وريدة سليم وعنطوني مودست والبداية وعودة صلاح محسن ووجود كريم ندفيد ولكن مهم جدا عدم الضغط على الجهاز الفني في بداية الموسم الجهاز الفني في مباراة السوبر يلعب بـ 18 لاعب فقط النهاردة هو مسافر بحوالي 21 أو 22 لاعب لسه يلحق على المعلول وبرستاو بالفريق فبالتالي القايمة تبقى موجودة في الصعودية حوالي 23 أي تم اختصارها لـ 18 أو تم اختصارها على السيستم من عدة أيام فبقيت 18 لاعب فالجهاز الفني هو القضرة بالمصلحة الفنية للفريق في التوقيت الحالي مين يبدأ؟ مين ما يلعبش دلوقتي؟ مين يجهز خلال الفترة اللي جاية؟